هذه التظاهرة هي تظاهرة تاريخية ربما لم تشهد العاصمة البريطانية تظاهرة منذ الحرب بهذا الحجم منذ الحرب على العراق التقديرات تقول وتشير بأن أكثر من مليون شخص شاركوا في هذه التظاهرة رفدا للعدوان على قطاع غزة هذه التظاهرة كما ذكرت هي تظاهرة تاريخية وليس فقط بسبب الحشد بل لأن هؤلاء المتظاهرون أصروا على الخروج إلى الشارع هذا اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار بعد محاولات حفيفة من رئيس الوزراء ووزيرة داخليته لحظر هذه التظاهرة ولكن شرطة العاصمة البريطانية لندن رفضت هذا الإجراء ورفضت الردوق للمطالب رئيس الحكومة ووزيرة الداخلية سويلا بريفمن وبالتالي هذا يعد إنجاز للمتظاهرين وهذا سيعد أيضا رقما إضافيا يسجل للمتظاهرين بإيمانهم بضرورة كيف يتردد صدق مثل هكذا تحركات؟ كيف يمكن أن نرصد هذه التدعيات تحديدا وأثرها على صانع القرار في بريطانيا؟ هناك مطالبات الآن بإقالة وزيرة الداخلية سويلا بريفمن هذه الوزيرة التي وصفت هؤلاء المتظاهرين بالغغائيين في مقال نشرته قبل يومين وكانت بسبب هذه المقالة التي نشرتها حثت أو شجعت اليمين المتطرف للخروج اليوم في هذه التظاهرة وبالمناسبة هناك أكثر من 82 معتقلا من اليمين المتطرف اعتقلتهم اليوم الشرطة البريطانية بعد أن وصف هؤلاء المتطرفون الشرطة البريطانية بأنهم لم يعودوا إنجليز بسبب هذه المقالة بسبب هذه البيئة التي خلقتها وزيرة الداخلية سويلا بريفمن كان هناك مشهدان في العاصمة البريطانية اليوم مشهد يوم إحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى وكانت هذا حضره القادة السياسيين وفي المقابل كان هناك مشهد آخر أكثر يعني مئات الألاف من البريطانيين احتشدوا في شوارع لندن دعما لقطاع غزة هذا الأمر سيكون له نتائج إيجابية لمصلحة القضية الفلسطينية هناك حراق الآن داخل حزب العمال الذين بدأوا يطالبون زعيمهم بأن يتخذ موقف أكثر عدلا وأكثر حياديا بأن يكون حياديا بنصرة القضية الفلسطينية وبالمطالبة بوقف إطلاق النار على أكثر غزة